دا اللوية هو دا بتسبب خيطية اسمها لوا لوا أو Eye Worm Disease اللي هو مرض دودة العين ويلي بنقلها نوع من الذباب اسمها ذهبيات العيون شوفوا نظرة لي لابستها البنت ويلي لونه ذهبي طبعا في ملاحظة ان الخيطيات بدها سوي وسيط من الحشرات لحتى تتم دورة حياته فيها في مرحلتين لدورة حياة الدودة مرحلة الإنسان ومرحلة الذباب طبعا بتجي الذباب المصابة وبتاخد وجبة دم من سطح الجلد عند الإنسان السليم وهيك بصير في فوهة انتقال لليرقات من الذبابة للنسيج تحت جلد عند الإنسان بعدها بتنتقل اليرقات للدوران الدموي وبتتجول بالأوعية السطحية بوقت النهار هاي الفكرة مهمة وحتى نتذكرها شوفوا الشمس كيف ساطع طبعا هاد الوقت هي اللي بتوافق مع نشاط الحشرة مذهبة العيون يولي هي فترة النهار بترجع الحشرة الغير حاملة لليرقات وبتلدغ الإنسان المريض وبتاخد اليرقات يولي بتتطور داخل الحشرة المذهبة لتصبح يرقات خمجة طريقة العدوى بتتم بيلدغ كلا الجنسي الذبابة لمذهبة العيون المصابة للإنسان السليم وفي عنا هاد البرميل يلي لونه أصفر لنذكر مذهبة العيون وعليه إشارة الجنسين لحتى نتذكر انه العدوى بتتم بكلا الجنسين ولاحظوا انه متوضع فوق أنابيب برية سطحية لحتى نتذكر توضع اليرقات بالأوعية السطحية بوقت النهار بالشمس فوق لحتى نميز هاد السكيتش عن السكيتشي اللي بعده الأعراض بصير في عنا وذمات عابرة بالطرفين العلويين تسمى بأورام كالابار والبنت حاملة شوكالابار لنتذكر أورام كالابار وحكينا انه اسمها دودة العين لهيك ممكن تنشاف الدودة تحت الملتحمة التشخيص بيتم بفحص قطرة أو لطاقة دم محيطية مأخوذة بفترة النهار لحتى نشوف اليرقات أما المعالجة فعندنا سيارة والسيارة يعني كار والكار تاخدنا لأوري بليس أول دودة اسمه كار من كار كار بامازين والتاني اسمه اوري بليس يعني اوري مكان واسم الدودة اوري مكتان ده الفخرية البنكروفتية والسكتش بينوان بنك الكرفيتة بانكروفتية يلي بتسببه دودة خيطية اسمه الفخرية البنكروفتية طبعا ما منسى انه هاي نوع من الخيطيات ولهيك بتحتاج ثوية متوسطة من الحشرات لتكمل دورة حياتها في فكرة مهمة انه ديدان البالغة بتعيش بالقوعية او العقد اللنفاوية وفي عنا هاد الانبوب الملفوف لنتذكر الجهاز اللنفاوي ملفوف ولمفاوي حياة الدودة الثوي البسيط هون هو بعض انواع البعوض يلي بينشط بالليل عكس السكتش اللوية يلي حكينا انه مذهبة العيون تنشط بالنهار وهالفكرة بنستدل عليها بانه السكتش عم يصير بالليل بعد ما تدغل حشرة المصابة الانسان بتحطي اليرقات يلي بتروح مع الدوران اللنفاوي لحتى تتطور فيه لدي دام بالغة وبعدين بتولد لانثى يرقات يلي بتوصل للدم المحيطي السطحي بالليل لاحظوا انا بيب الصرف الصحي السطحية وهذا الشي بيتوافق مع النشاط الاعظمي للعامل الناقل لهي اليرقات يلي بينشط بالليل مثل البعوض العادي وبفترة النهار بترجع اليرقات للدوران العميق للاعراض حكينا انه ديدان البالغة بتتوضع بالجهاز اللنفاوي وممكن نتيجة هالشي يصير فيه انسداد بالاوعية اللنفاوية وهذا الانسداد المستمر ممكن يسبب زيادة ضغط اللنف فوق منطقة الانسداد فبينزح اللنف لخارج الاوعية مسبب حدوث وزمة بالطرفين السفليين بشكل كبير لهيك تسمى الاصابة بالفايال وزنا ما يلعب سفيلين برجله اما تشخيص المؤكد فهي الوطاخة او قطرة دم محيطية مأخوذة بفترة الليل لحتى نشوف اليرقات والمعالجة مثل اللوية بالكاربامازين والإيفرماكتان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر